جماعة اليوم في عندي لكم أحد أهم الفيديوهات إحنا على وشك أنه نشوف أحد أهم العلامات أو المؤشرات تطلع هنا في البيتكوين راح أشرح إيش معنا هذا الشيء بالنسبة لك راح أتكلم عن المدى الغصر للبيتكوين والعلامات اللي لازم تكون متابعة الآن علشان تفهم هل هذا الصعود حقيقي أو لا راح كمان أتكلم عن الإثيريوم لأنه واحد من أكبر حيثان الإثيريوم بدأ أنه يحرك الإثيريوم حاليا فلازم تشوف هذا الفيديو إذا عندك أي كريبتو مرحبا بكم مرة أخرى اسمي وانصور وقدم لكم فيديوهات عننا لمدة رقمية كل يوم وأعلمكم كيف تحصلوا على أرباح من هذا السوق إذا أنت جيد على هذه القناة سووا سبسكرايب وفاعل الجراصة الآن طيب خلالنا نبدأ هنا جماعة على هذا التشارت ولنشوفوا اللي يحصل الآن في البيتكوين أنه إحنا قاعدين نحاول بإستمرار أنه إحنا نطلع فوق هذا الخط البني في الأعلى وإلى قتلكم يا أمس يا جماعة أنه إحنا مستنيين كيف راح تقفل الشمعة اليومية لأنه نشوف الشمعة أمس ما أقفلت فوق هذا الخط ولكن بالعكس حصلنا على هبوط والآن في هذه الشمعة إحنا داخل هذا الخط أو تحت الخط فأحاليا كمان على تشارت الخطوط الدعم والمقاومة هنقدر نشوف أنه هذا الآن المستوى يعتبر مستوى مهم جدا لازم الواحد يظلم تابعه وكمان في عندنا هنا مستوى نفسي اللي هو عند 25 ألف دولار لأنه 25 ألف دولار يعتبر مستوى أو رقم مهم جدا فأكيد هذا الرقم في عقول الناس قاعد يلعب دور مهم أعتقد أنه فيناس كثير عند مستوى 25 دولار مستعدين أنهم يأخذوا أرباح فأخلونا نشوف أنه أقل شيء هل راح نقدر أنه إحنا نستمر بالحركة هنا تقدروا تشوفوا أنه إحنا الآن حاليا تحت هذا الخط البني في الأسفل وفي الحقيقة هنا نقدر نشوف أنه حصلنا على هذا الهبوط وحاولنا مرة أخرى أنه إحنا نكسره هنا عدة مرات في هذه الشمعات حصلنا بعدين على بوم كسر وارتفاع للأعلى ولكن مرة أخرى هبطنا إلى داخل هذا الخط وحصلنا مرة ثانية على ارتفاع فوق الخط ولكن في الأخير إحنا الآن هنا مرة ثانية تحت هذا الخط البني ولكن حاليا لسه كمان في عندنا بعض الأشياء المهمة الكبيرة اللي لازم نظل مركزين عليها لأنه عندنا هذا خط المقاومة من هذه القناة في الأعلى لسه بعدين إحنا بمسافة من هذا الخط وبعد كده في عندنا خط المقاومة من هذه الوجه هنا في الأعلى يعني حاولنا نكسر هذا المستوى هنا مرات متعددة للأعلى وممكن ترسمه من عند جسم الشماعات نفسه فأخليكم مراكزين على هذا الشيء ومراقبين هذا الشيء وعلى ما يبدو الآن أن البيتكوين يحصل على مقاومة أو معاناة عند ذلك الشماعات في الأعلى فهذه هي المنطقة التي يقعني أو هذا هو المستوى التي يقعني بقوة من عنده فحاليا نرى الآن أن حركة البيتكوين لست قاعدة داخل هذا الوجه فحاليا نحن نتجهز إلى حركة كبيرة ممكن تحصل في البيتكوين لأنه عجلاً أو أجلاً سنحصل على كسر من هذه التشكيلة وأكيد إذا أريد أن تبدأ تداول ستستغلوا هذا العرض الذي يوجد عندنا من OKX ستستغل على خمسين دولار بونس عن طريق إداع ثلاثمية دولار إلى حسابك وتم حذف هذا الشرط الذي هو إدخال بيانتك فمتبقى أنك تدخل في صفقة أقل شيء بعشرة دولار وبعد ذلك سيتم إداع البونس إلى حسابك وهذا كما قلنا فقط لناس معينين وهو أول مئتين وخمسين شخص حاولوا أنكم تستغلوا هذا العرض لا يوجد هنا بعض الأماكن حاولوا أنكم تستغلوا هذا الشيء إذا أريد أن تحصلوا على بعض الأموال لكي تداولوا فيها والآن ما هي الأشياء التي يجب أن نكون مركزين عليها حالياً على الفريم الأسبوعي إذا رأينا على هذا الشيء وهذا الشيء أنا تكلمت عنه مرات كثيرة في السابق كما قلنا يا جماعة في السابق في العادة وبالناسبة هذا كما قلنا على الفريم الأسبوعي فهذا يرجع إلى سنة 2017 فلنرى جماعة هنا على مؤشر الـ RSI في الأسفل إنه في العادة لما نكسر هذه الوجه هنا في الأسفل الأعلى فهذا يقود إلى ارتفاع قوي في سعر البيتكون الأعلى نقدر نرى هذا الشيء هنا بوم ارتفاع وهنا كمان ارتفاع والآن يجمعها حالياً نحن على وجه الوصول إلى هذا المستوى فاللي يعني نرى نرى كسر الأعلى من هذه الوجه الهبطة ولما يحصل هذا الشيء بعدها سنحصل على ارتفاع قوي جداً هنا في سعر البيتكوين فخليكم مركزين على هذا الشيء جماعة ولكن الشيء الأهم هو هذه الإشارة الهائلة في البيتكوين من هذا المؤشر وهذا الشيء انت عارفه إذا انت متابع قناتي من فترة وإذا انت لسه ما تعرف هذا المؤشر وهذه العلامة فلازم انك تشترك في هذه القناة وتفعل الجرس الآن وهذا طبعا لأنه هذه أحد أهم علامات البيتكوين على مر التاريخ طيب الآن خلونا نرجع نشوف تاريخيا إيش اللي حصل على هذا التشارت نشوف إنه في عندنا هنا الهاش ربنج وببساطة هذا يوضح أرباح المعدنين طيب نقدر نشوف إنه حصلنا على هذه علامة الشراء هنا ومن بعدها حصلنا أو بدأنا نحصل على هذا الارتفاع في البيتكوين وحصلنا على علامة شراء هنا وحصلنا على ارتفاع وعلامة شراء أخرى هنا وعلامة شراء هنا فيعني ببساطة دائما كل ما نحصل على علامة الشراء هذه هنا مع مرور الوقت نحصل على أرباح ونحصل على ارتفاع في البيتكوين فيعني إذا شفنا على علامة الشراء وشفنا على سعر البيتكوين بعد أشهر من علامة الشراء رح نشوف إنه إحنا دائما كنا في أرباح ونرى هذه الأعلامة هنا حصلنا على أرتفاع بعده وبعد هذه الأعلامة حصلنا على ارتفاع هائل في هذه النقطة وحصلنا على ارتفاع هائل بعد هذه الأعلامة ويحدثنا على الشراء وحصلنا على هبوط الكوفيد ولكن بغض النظر هنا كان هنا هبوط عاجل ولكن فقط إذا رأيت ك 다양한 الاحدع getting ahead فهذا هناك أرباح شائلة حصلنا عليها هنا فخص�마ة بعد كل أعلامة من هذه الأعلامات سولنا على ارتفاع هنا في باتكوين جaluنا نرى ان هذه الأعلامة ستحتاج بشكل قريب جدًا فقط أريد أن أعطيكم تنبيه لهذا الشيء ولكن هل التاريخ سيكرر نفسه؟ أكيد لا أحد يعرف ولكن أنا فقط أريد أن أوريكم أن هذه الإشارة هي أحد أهم أكبر الإشارات هنا في البيتكوين فكالعادة سأخليكم على إطلاع أول ما تطلع هذه الإشارة سأبلغكم بهذا الشيء فأتأكد أن تشترك في القناة واتفعل الجرس إذا عايز تعرف هذا الشيء طيب بالنسبة للإثريوم كنا نمشي هنا بشكل جانبي وحصلنا على شوية هبوط حاليا فما قدرنا أن نحصل على إرتفاع كنا نحصل على إرتفاع إلى هذا المستوى عند 2100 دولار ولكن ما قدرنا نعمل هذا الشيء وبالأكس توقفنا هنا في نص الخط ولكن بالنسبة لتشارة الإثريوم مقابل البيتكوين ورأيتكم أمس في فيديو أننا وصلنا إلى خط المقاومة المهم هذا هنا على تشارة الإثريوم مقابل البيتكوين وإذا شفنا هنا على الفريم مثلا دعونا نقول اليومي سنقدر أنه حصلنا على رفض تماما من عند حافة الخط البني هنا في الأعلى طيب خلونا نشوف هل راح نقدر أنه نحصل على زخم هنا ونكسر هذا المستوى الأعلى ونطلع إلى خط المقاومة القادم البعد كذا اللي راح يكون يساوي 10% من البيتكوين وفي الوقت الحالي إحنا قاعدين نحصل على مقاومة معاناة هنا عند هذا الخط اللي هو 8% من البيتكوين فاللي نشوفه حاليا على ما يبدو أن البيتكوين راح يبدأ يتغلب على الإثريوم في هذه النقطة ولكن خلونا نشوف إيش اللي راح يصله وبالكلام عن الإثريوم عندنا هنا أحد أهم أكبر حيثان البيتكوين اللي حصل على البيتكوين من الإي سي أو المبدئي الأولي كما عندهم؟ عندهم 145 ألف إثريوم فيعني هذا مش مبلغ أو مش كمية قليلة فاللي قاعدين يسووا الآن أنهما قاعدين أو بدأوا يوزعوا هذه الكمية إلى عدة محافظ فالسؤال الآن أكيد هو هل راح يبيعوا كمية الإثريوم هذه أو هل هذا فقط إعادة توزيع ويوزعوا الكمية اللي عندهم إلى عدة محافظ ما نعرف ولكن اللي نعرفه أنه هم عندهم كمية كبيرة من الإثريوم واللي حصلوا عليها من الإي سي أو الأولي وربما أنهم على وشك أنه يبيعوا كمية الإثريوم هذه فممكن أن يكون هذا هو السبب الضوضاء اللي تحصل الآن في سوق الإثريوم هل تعتقدوا هذا الشيء؟ اكتبوا لي رأيكم تحت التعليقات جماعة هذا كان كل شيء عندكم اليوم لا تنسوا أن تستفيدوا من عرض الأوكي إكس لتسباقي عدة أيام حاولوا أنكم تستفيدوا من هذا العرض وراح أشوفكم في الفيديو القادم